ونرحب الآن بضيفنا من لندن عبدالله مهتدي أمين وعامح حزب كوملا الكردي الإيراني المعارض سيد عبدالله أهلا بك على شاشة الحدث ونشكرك على قبول الدعوة والحديث معنا سيد عبدالله أنتم سيد عبدالله أنتم من بين الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الكبيرة والمهمة كان النظام الإيراني تهمكم كأحزاب كردية بأنكم تقومون بتسليح المتظاهرين في الفترة الأخيرة تهمكم بأنكم أوصلتم مسيارات إلى الداخل وتتحملون جزءا من المسؤولية فيما يتعلق بهجوم أصفحان أو ربما يقول أنكم تتحملون كل المسؤولية نفيتم هذه التهم ولكن هل لديكم أي إجراءات أخرى بعد هذا النفي وهل تعتقدون فعلا بأن النظام سيقتنع بأي تصريح أو بأي نفي من قبلكم نحن لم نسلح المتظاهرين بل المتظاهرين هم أشخاص عاديين طلباء وعمال وشباب وفتيات أصحاب متاجر معلمين كل الأطراف الإيرانية لم تكن مسلحة بل هي مظاهرات سلمية متظاهرون يطالبون بالتغيير تغيير في هذه الدكتاتورية لم يكونوا مسلحين والنظام يعرف أنهم لم يكونوا مسلحين بل هم متظاهرين سلميين هذه النقطة الأولى أما ثانيا فهو محضو كذب أن نكون نعتمد على أي دولة خارجية سوى عربية أو أمريكية أو يهودية أو أي أحد أو غربية بل نحن حزب سياسي مستقل مبني على طموحات الأكراد وأحلامهم نعم فيما يتعلق بهجوم أصفهان كنت ذكرته في سؤالي الأول للسيد عبدالله مثل ما قلت النظام الإيراني يتهمكم بأنكم تتحملون مسؤولية هذا الهجوم بأنكم من أوصلتم مسيرات بحسب اعتقادكم كيف تفسرون هذا الاتهام هل هناك مخطط ما من قبل النظام الإيراني بعد هذا الاتهام لا يوجد أي صحة في ذلك الاتهامات والجميع يعرف أنهم يستغلون هذه الاتهامات كذريعة للقمع وللهجمات الصاروخية والمسيرات على الأكراد في كردستان العراقية سواء سيفعلون ذلك أم لا لا أحد يعلم إلا أن هذه مجرد دريعة للهجمات الصاروخية والمسيرات هذا وسيلة للقمع فقط وهو محد كذب نعم ونحن نتحدث سيد عبدالله المظاهرات مستمرة ربما بحجم أقل أو بطريقة مختلفة ولكنها مستمرة خاصة في سنندج حيث الأكراد في بلوشستان في الكثير من المناطق هل تعتقدون بأنها ستستمر لأكثر وكيف تدعمون أنتم المتظاهرين ندعم المتظاهرين بكل قلبنا ونحن وراءهم ليس بشكل مسلح لكن بشكل سلمي بمنظمتنا وبإعلامنا وبصحفنا وبالتواصل الاجتماعي هذه هي طريقة دعمنا للمتظاهرين نعم كان هناك لحظات جيدة وأخرى أضعف في الحركة لكن الحركة ستستمر في كل مكان ليس فقط في كردستان لكن كردستان هي منبع هذه الحركة ولكنها ليست حول كردستان فقط هي تهران بلوشستان وفي كل أنحاء البلاد وستستمر حتى إسقاط النظام الشعب يريد نهاية لهذا النظام العنيف وهذا ما أبدوه مرارا وتكرارا وباحتبارك تتحدث عن كل الآراق والمكونات الإيرانية كان هناك حديث بتكيد عن تكتل بينكم كأحزاب كردية إيرانية معارضة خاصة في كردستان للعراق ولكن هل يمكننا نتحدث عن ائتلاف لكل المعارضين الإيرانيين من كل المكونات نأمل أن يحدث ذلك ونحن نحارب من أجل التوصل إلى مثل هذا التحالف تحالف للأحزاب الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية في إيران هذا أمر ضروري ويعطي أملا كبيرا للشعب الإيراني بمستقبل أفضل ويمنح الشعب الإيراني حافظ جديد أو دافع جديد لاستمرار المظاهرة نعم نحن نعمل على هذا التحالف سواء عاجلا أم عاجلا لا أعرف لكن لا بد أن يكون مثل هذا التحالف في إيران نحن الأكراد نقاتل بضراوة ضد النظام لكن يجب أن لا نكون بمفردنا نحن لا نستطيع أن نقرر بمفردنا نريد مختلف الأطراف الإيرانية ونريد أن يكون هناك تحالف تحالف والتحالف ضد النظام ينسجم مع آمال وطموحات الشعب الإيراني من أكراد وعرب وبلوش وأزاريين التحالف لا بد أن يكون تعددي وديمقراطي يحارب النظام من جانب ويوحد الشعب من جانب آخر نعم هل هذا في إطار الأمنيات فقط والخطط المستقبلية أم أنكم تقومون الآن بخطوات جدية وفعالة على الأرض ومن سيضم هذا الائتلاف المعارض لا أستطيع القول من سيكون في ذلك الائتلاف أو التحالف بل هذا جزء من صراعنا نحن بحاجة إلى ذلك ونحن كحزب عملنا لهذا الهدف على مدى وقت طويل نعم سيد عبدالله عادة ما يتواصل معكم النظام الإيراني بالصواريخ والمسيرات التي تصل إلى مقاركم ومدارسكم وحتى المخابئ في كردستان العراق ولكن هل يتواصل معكم سياسيا؟ هل هناك أي طريق آخر ليتواصل؟ هل أرسل أو بعث برسائل طلب حوارا مثلا؟ كلا لم يفعلوا على الأقل ليس بعد ولا أعرف مدى يمكن أن يحدث في المستقبل وبوسع القول أنهم لا يمكن أن نثق بهم هم يكذبون وليسوا مستعدين لتقديم أي تنازلات لشعبهم ربما يتنازلون للقوى الخارجية إلا أنهم لا يمكن أن يتنازلوا للشعب بأي شكل كان ما لم يخرج الشعب بالملايين إلى الشارع وما لم يكن هناك هجمات منتشرة في قطاعات إضرابات في هذه القطاعات في الغاز والبترول والبتروكيمويات والنقل وبالتالي علينا أن ننظم الشعب ونوحده وأن نجعلهم يخرجوا للشارع هذا ليس فقط لحزبنا بل نقوم بدورنا إلا أنه لا بد أن يكون هناك انتشار لهذا الصراع في الشارع وفي مختلف فئات القطاعات المختلفة نعم باختصار شديد من فضلك سيد عبدالله في هذه النقطة قلت أنه من المستبعد أن يبدأ النظام حوارا معكم ولكن انطلب في مرحلة ما وساطت أي أطراف للحوار ما المطالب التي ستتمسكون بها هذا أمر افتراضي لكنني لست واثق أنهم يمكن أن يخطوا مثل هذه الخطوة بل هو من حيث النقاش أعتقد أننا بوسينا أن نقول أن المطالب هي وقف القتل والإعدامات وأن يتركوا الشعب يعرب عن مطالبه من خلال المظاهرات السلمية ووقف القمع هذه هي المطالب الرئيسية للشعب الكردي في هذه المرحلة وفي أعقاب ذلك عليهم أن يقدموا المزيد إلا أنه في الوقت الراهن وكخطوة أولى يجب أن يوقفوا القتل والتعذيب والإعدام عليهم أن يتوقفوا عن إطلاق النار على الشعب ويتركوا الشعب يعبر عن مطالبه نعم هناك شخصيات إيرانية الآن من محيط السلطة أو النظام الإيراني مثل مير حسين موسوي هو كان مرشح سابق للرئاسة في إيران يقول اليوم أنه يجب تغيير وتعديل هذا الدستور هو كان من أبرز المدافعين عن الدستور يقول يجب أن لا يعدل لا يغير منذ سنوات فقط الآن غير رأيه هل تتيقون في هذه الدعوات هل تعتقدون أن هناك انتقادات من محيط النظام لهذا النظام أو رغبة حتى في تغيير هذا مؤشر جيد بشكل عام قرأت هذا التصريح من بن حسين موسوي وهو يقول أن تعديل الدستور الحالي ليس كافيا والآن وهو أمر كان يطالب به قبل 15 عاما والآن يعترف أن الوقت يمكن أن يغير أن الدستور لا بد أن يكون هناك استفتاء حول مستقبل هذا النظام لا بد من تغيير حقيقي وهذا يبين الحاجة للتغيير في الشخصية الإيرانية موسوي دافع عن هذا النظام على مدى عقود الآن فهموا أنه قد حان وقت تغيير هذه المنظومة كاملة وهذا يبين مدى عمق الحاجة للتغيير في المجتمع الإيراني هل لديكم تواصل مع هذه الشخصيات التي مثلما وصفناها قريبة من محيط النظام الإيراني هل لديكم متعاطفون معكم من هذا المحيط لا أستطيع أن أسمي أشخاص لكن هناك أشخاص كانوا يعملون مع النظام أعتقد أنه من المناسب الآن أن ينقوا من أنفسهم عن النظام وأن ينضموا للشعب ولحركة الشعب ترون حقيقة إمكانية حدود ذلك ترون إمكانية تفكك هذا النظام أو على الأقل إعلان الكثيرين التخلي عنه نعم أعتقد أنه سيفكك وآمل أن لا يتم ذلك بالعنف وأن لا يكون دموياً وسيتم تفكيك هذا النظام بطريقة سلمية أقصى ما يكون سلمية لكن يجب أن نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات وإلا سنرى المزيد من العنف ومزيد من الاعتقال يجب أن نكون مستعدين لذلك لكنه ليس ما نريد بل نريد أن يكون بأقدر من السلمية وبأقل عدد ممكن من الضحايا نعم شكراً جزيلاً لك كنت معنا عبدالله مهتدي أمين عام حزبكم للكردي الإيراني المغارض شكراً جزيلاً لك